ترأس وزير التعليم العالي والبحث والابتكار مكاي حسن تايسو افتتاح أعمال الورشة الوطنية للتدقيق واحتماد الدليل الإحصائي للعام 2014-2015 وذلك بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة حضر الافتتاح عدد من المشاركين والمناسبة جرت بأحد فنادق العاصمة إشراق عبدالله رحمة تفصل لنا في التقليل التالي في إطار المساعر الرامية إلى تحسين نزام التعليم بالبلاد ورفع كفاعات العاملين فيه جاءت هذه الورشة الوطنية للتدقيق واحتماد الدليل الإحصائي لعام 2015 وفي هذا الصدد تحدث وزير التعليم العالي والبحث والابتكار مكاي حسن تايسو قال بأن هذه الورشة الوطنية تعمل على تهيل المشاركين وتقوية قدراتهم التربوية في مجال الإحصاء مشيرا لأن الحكومة الشادية قد أدرجت في برنامجها الأكاديمي خاصة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتعليم الأجيال من أولوياتها وتعاهدت بذلك وأعدت برنامجا تربويا شاملا يلبي التطلعات المستقبلية للتنمية المستدامة بالبلاد معبرا إلا أن المواضيع التي يتم طرحها خلال الورشة هي الإحصاء الخاص بالجوانب التربوية وكيفية عداد الرسم البياني للخطة التربوية وزير التعليم العالي والبحث والابتكار أكد بأنه يجب وضع استراتيات مخصصة للتعليم وإعداد الإحصاء يستيب لتطلعات الوذارة المعنية بالتربية والتعليم في مقدمتها التعليم العالي والبحث العلمي سيما أنها كفيلة بتأهيل الأجيال واعدة بصناعة مستقبل الغد مضيفا بأن التعليم واجه عوايق لابد من تغييرها للأفضل وذلك عبر الوكالة الوطنية للتنمية والتكنولوجية المعلومات والاتصال طالبا من المشاركين الاهتمام بالمعلومات التي يتلقونها خلال الورشة بغي تدبيقها لأرض الواقع من أجل التوصل إلى موكبة الأهداف الألفية